مركز النور بالأسكندرية صرح كبير للعلاج بالقرآن والسنة النبوية مراكز الشيخ راضي لحوتي فرع الأسكندرية ميدان الإصلاح أمام بوابة المعمورة أربعة على طريق مصطفى كامل الرئيسي عمارة الحج سيدة بوزيد للتواصل مع مركز الأسكندرية 012 04 00 0 6 3 6 7 أو 0 10 20 12 22 23 فرع البحيرة قرية أولاد الشيخ مركز أبو المطمير للتواصل مع مركز البحيرة 011 57 48 26 66 أو 012 040 06 3 6 7 أو 010 61 77 77 57 57 أو 010 17 17 17 42 27 فرع إنه منطقة الشؤون بجوار حلوان الفردوس للتواصل مع مركز الأسكندرية للتواصل مع الشيخ راضي لحوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي www.facebook.com علاج السحر أو على يوتيوب علاج مرض السحر في يوم واحد أو عبر الموقع الإلكتروني www.عالجنفسك.com أو عبر واتساب 010-20-12-22-23 مركز النور بالأسكندرية صرح كبير للعلاج بالقرآن والسنة النبوية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه الله اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته إنك ولي ذلك ومولى ثم أما بعد أحبتي في الله عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله مع المشايخ الكرام اللي كانوا يعني معي الحلقة الماضية وكان طبعا الشيخ جلال اللي ماسك مركز البحيرة والشيخ حميدا اللي ماسك مركز الأسكندرية والشيخ ساعد اللي ماسك مركز قنة وطبعا احنا اتكلمنا بتفصيل عن بعض الأمور المتعلقة بمرض السحر وعلاج السحر وغيره اليوم بقدر الله تبارك وتعالى طبعا أنا يعني كنت يعني جاي وعايز نتكلم في مواضيع كتير جدا 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 لكن على الصفحة اللي هي صفحة علاج بمرض السحر في يوم واحد كل الرسائل بتقول ان احنا عايزين نعرفه يعني ايه أعراض السحر كلها في حلقة واحدة عشان قطر نقدر نشخص انا عندي سحر ولا ما عندي سحر طبعا عندي سحر نعمل ايه وايه الحال طبعا الكلام ده كله ان شاء الله نعملوه وان شاء الله نتكلم النهاردة تقريبا في اكثر لانه مدور حوالي 120 عرض عشان خطر يبين لأنا عندي سحر ولا ما عندي سحر ف120 عرض في حلقة واحدة طبعا بيبدأ الموضوع صعب شوية فنحاول ننجز في الموضوع شوية ونقدر يعني نحصل اكبر قدر ممكن من الاعراض لكن قبل ان يعني نسترسل في في الاعراض ونتكلم في اعراض السحر العامة وعراض السحر القاصة وانواع السحر وبعضها والفرق بينها وبين بعضها في الاسبوع اللي فات ده لما احنا تكلمنا عن المخنسين وتكلمنا عن في الحلقات في اللايف يعني تكلمنا عن المخنسين وتكلمنا ان الانسان المخنس هل له علاقة بالجن ولا لأ وهل لو الانسان ده اللي هو الزهري له علاقة بالجن ولا لأ طبعا الموضوع خد صادة شوية عند الناس وحتى خد قوة على السوشل ميديا أو المواقع أو غيره إن الشيخ راضي بقول إن الإنسان المخنس بيكون الجن له تدخل في تخليقه أو تكوينه في الرعاية طبعا أنا دللت على الكلام ده بآيات كثير ودللت بحاجات كثير من الواقع اللي إحنا عايشين وقلنا إشارات أو علامات الإنسان المخنس حتى من بداية الحمل أو من الرضاعة وهو الطف الرضيع إلى أن يبلغ أو إنسان يعيش في كبر صينه لكن المفاجأة اللي أنا اتفاجئت بيها في المركز الأسبوع اللي فادة صراحة انبارح بالتفصيل أو بالتحديد في مركز الأسكندرية أنا شفت حاجات ما رايحتنيش نفسيا ما رايحتنيش نفسيا إزاي يعني مفروض لازم نتكلم عنها إيه اللي نتكلم عنه دا والمفروض يعني صراحة عايز فعلا يعني نزع وعايز نتكلم وعايز نتسرق وعايز نتكلم كلام كبير جدا لكن هو منفعش على هوا يعني منفعش الحاجات اللي أنا سبحتها من الناس نقولها على الهوا ليه؟ ناس يعني أربع حالات مبارح أو خمس حالات والله من أربع الخمسة قصة من بالله ناس جم الشيوخ أزوهم في حاجات طيب الشيخ أزاكي في إيه يا أختي؟ طبعا للأسف أني أنا بنستغرب إزاي إزاي إنتي بتكوني إنسانة مسلمة وعرفة حدود الله وعرفة حدود الشرع وتسلمي نفسك لشيخ يعني أنا أنا بنستغرب إزاي يعني أنت بإيه فهمت إزاي؟ وسعد بنقول أني العتب مش على الشيخ أنا مش هنعتب على الشيخ نعتب على الأخت أو الإنسان المسلمة دي اللي سلمت نفسها للشيخ أربع حالات في يوم واحد أو خمسة والله مش أهل من أربعة أربعة في يوم واحد أو خمسة بيقولوا إن إحنا الشيخ عامل معنا كذا 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 يعني رحنا للشيوخ والشيخ عامل معايا اللي بتقول إن الشيخ زن فيها واللي بتقول إن الشيخ صورني قال لي صوري بقال عهدومك وصوري ضد الملايا واللي تقول للشيخ قال لي يعملي عادة سرية وهو بيشاهد على الموبايل واللي بتقول للشيخ قال لي في التليفون لازم أنا منتجوزك ومنحبك واللي بتقول الشيخ انت فين صراحة أنا تعبت نفسيا يعني خمس حالات في يوم واحد يتكلموا في نفسي المسألة طبعا أنا ما منذكرش الحالات يعني أنا منقول الكلام ده عشان ننصح أنا طبعا إلا أنا قلت لهم ربنا أعلم بيه إلا أنا قلت لهم صراحة يعني ربنا أعلم بي أنا قلت إيه وزعلت إزاي إنت إزاي إنسانة مسلمة إزاي إنسانة بتحافظ على دينك وبيتك وشرفك وجوزك وأهلك وتسلمي نفسك إن الشيخ يكلمك كلام زي ده أصلا ولا الشيخ يعني أصلا الكلام ده يضور في دماغه أصلا يكلمك فيه فالموضوع عايز يا جماعة شدية فعلا ما تسلمشي أو ما تديش الأمان لشيخ والله بنقولها في كل يعني لازم نقولها في كل حالة ما تديش الأمان لشيخ ما تسلمشي أختك أو بنتك أو زوجتك لشيخ ما تخليش زوجتك تكلم شيخ في التليفون تتقي الله في نفسك ما تخليش بنتك تكلم شيخ في التليفون والله إنت ما تعرف الناس اللي يكلمونا دول الناس محترمين جدا يعني للأسف الناس اللي هم بيكلموني دول ناس محترمين جدا لكن الشيخ اللي معاه جن ضبط دماغهم انهم يبزوناه انت متخيلة وصلت لايه تخيلي ان احنا بنحارب السحر وانت رايحة للسحر عشان تسلمي دماغك وتسلمي لنفسك تقول للشيخ قال لي صوري مسكي سدي وعملي مش عارفة ايه ومارس العادة السرية قدامه وصد المراية اعملي كذا وخلي كذا انت فين لما قالك اعملي الكلام ده وبعد كده بتقولي انا ندمت انت ندمت ازاي تخيلي انت دول خمسة او ستة او سبعة او عشرة من واقع من واقع شيخ كتير جدا شغالين في المنضوع ده اللي مشغل نصاب عشان يجمع فلوس او غيره شغال عشان حريم واللي مشغل عشان حريم شغل عشان شهرة واللي مشغل عشان شهرة انت فين من ده كل يا أختي سلمتي نفسك للشيخ ليه اديتي نفسك للشيخ ليه عشان خاطر الشيخ يعمل معاك هيدا ليه وبعد كانت تقول الشيخ عملي كذا لا انت لازل تتقل الله في نفسك تعرف ان في حدود وانت يا اخي يا اخي اتقل الله في نفسك ما تباش دايوس اتقل الله في نفسك وما تتسلمش ايا كان ثقتك في الشيخ ايا كان ده والشيخ ده اخوك اوعى تأمن له انه يتكلم زوجتك في التليفون او اختك او امك او بنتك او ايا كان الانسان له صلي بيديت اتقل الله في نفسك فده الموضوع صراحة تعبني نفسيا وان شاء الله نتكلم عن الحاجات بقى في حلقة خاصة ازاي الشيخ يستدريك عشان يوصلك لكده وازاي عشان يلبسك جن ولبسك خدمة ويشتغل عليك وخليك انت انسان مسلوبة الارادة لما تروح يعمل معاك الكلام ده لازم اتخذ احتياطاتك عشان لما الشيخ يوصل للمرحلة دي معاك اعرف ان السبب منك انت ومن جوزك او ابوك او اخوك اللي وصلك وسلمك بنفسه للشيخ للأسف كل الاخوات اللي يقوم بقولوا اصلا ده زوجي قال لي كلم الشيخ اصلا بابا قال لي كلم الشيخ اصلا اخويا قال لي كلم الشيخ طيب خلاص هو قال لي كلم الشيخ هو وسط في الشيخ اللي ما عندهش دين ولا عنده رحمة اللي هو انتك حرمته وانتك عرضه انتي فين لما هو ابتده يعمل معاك الكلام ده او يكلمك اصلا في الكلام ده فالموضوع يا جماعة عايز شدية عايز موقف خد نفس خد بالك ان الموضوع اكبر من في دماغك فالشيوخ يا جماعة كذا شيخ الموضوع مش موضوع شيخ خلاصه بلحية او لابس جلابية او لابس شيل او شيخ لابس لا مش ده الشكل للأسف ان حتى الاخوات اللي هم بيتكلموا معايا دول مفكريني شيخ منهم يعني حتى للأسف انا اللي زعلني اكتر ان حتى اللي بيتكلموا معايا مفكريني شيخ زيهم زي دول يعني فخلاص ان ده كلكم كده بقى كلكم بتوح حريم فتقوا الله في نفسيكم واوعل نفسيكم وحصروا نفسيكم عشان ما تلاقيش نفسك موقف ممكن الشيخ ده يصورك ويهديدك بالصور ممكن الشيخ ده ياخد ياخد الصوت ويعملك وسجلك والتسجيل ده يفضحك به ممكن يعملك كل ده ما هو انسان الشيخ ده يا جماعة انسان والله بيحس وانسان بيغلط وانسان مش معصوم فما تسلمهوش نفسك ومعين تقولي اصلا انا الشيخ ضحك علي الشيخ ضحك عليك ليه لان انت سلمت له نفسك فمن الاول كده اوعي تتكلمي الشيخ على تليفون واللي خلي العلاقة بينك ومن الشيخ ده كأنه علاقة بينك ومن دكتور يعني انت مش هتروح تسلمي نفسك الدكتور وتقولي اصلا الدكتور ضحك علي او تقولي ان الدكتور قال لي يعملي كذا وكذا وكذا زي ما انت بتتعاملي مع الدكتور تعاملي مع الشيخ زي ما في حدود بينك ومن الدكتور خلي في حدود بينك ومن الشيخ الشيخ ده مش معصوم ولا تفكروا من معصوم ولا انه هو انسان ما بيغلطش لأ كلنا قطقين كلنا بنغلطه مش معصمين فتوب ربنا وتوب ربنا يا شيخنا ياللي بتعمل الكلام ده أول لان انت عندك اخوات بنات وعندك ام وعندك زوجة ربنا ده دين ربنا عيحطه فيهم والله والله دين مهما عملت بتلاقي ده في اولادك وفي اهلك وزريتك حتى صبيانك لو هم صبيان عتلاقي فيهم فاتق الله في نفسك فده الموضوع صراحة اللي كان هم على قلبي عايزة تكلم فيه وان شاء الله نتكلم بشرح دقيق في حلقة شكلهم ايه الشيخ دول وبيعملوا ايه عشان يوصلونها لده الموضوع التاني اللي هو مفروض بقى ان احنا نتكلم عنه النهاردة اللي هو اعراض السحر كلها ايه انا عايز نعرف انا عندي سحر ايه الاعراض اللي ممكن تظهر علي انا كنت ضربت مثلا لاخت مبرح في المركز عندها مشكلة في الرئة وعندها مشاكل صحية يعني فكل ما تروح الشيخ يقول لها بتحضر عليها جن والجن يلو ادراعاتها وتسرق وتصوت او غيره توهمت يعيني ان الجن هو اللي بيخليها تتعب والجن بيخليها تصوت والجن مش عايز اسمع القرآن والجن مش عايز جوزها والجن مش عايز اولادها والجن الجن خلوا الجن ده موضوع ملوش حل خلوا الجن ده موضوع خلاص هو ده عضمن حياتنا والله ابدا الجن يا جماعة اضعف من اللي في دماغك ده اضعف اضعف كتير جدا وعايز حدي بيتق الله ويعرف هو بيعالج ازاي يعالجه لكن الناس الشيخ اللي واخدين بالهم من الجن وسيمين بالهم من قرين اللي هو الشيطان اللي هو وعد وعد الانسان اللي يدمره وربنا قال له انه عدوه مبين وسبنا احنا كلام ربنا وعلقنا نفسنا من الجن عمل كذا وكذا وكذا ولما بنقصل ونتكلم ونقولها جماعة خلي باكم فيه فرق بين الجن والشيطان الشيطان الجن ملوش دعا بالعبادة خد بالك من الكلام ده يا شيخنا عشان انت بفاهم الجن بيسمع قرآن زي وزيك الجن بيتوب زي وزيك الجن عيخش الجنة زي وزيك الجن فيه منهم الصالح والطالح زي وزيك فيه منهم العاصي فيه منهم التائب زي وزيك فيه منهم اللي بيعمل بيأمر معروف ويانهى عمونكر زي وزيك انت ليه خليت الجن هو بس اللي اضمر حياة وسبت الشيطان اللي هو ربنا قالك عليه عدو مبيل سبت ومعاتش بتتكلم عنه خالص وخليت كل تصلية ضوءك على الجن لما تكلمت البرح ما الاخت قلت له احنا الشيخ عملوا الجن ده عملوا الجن زي كورونا بالضبط كل اللي عيجيله برده عيقول لي عندي كورونا كل اللي عيجيله عنده شوية سخنية عندي كورونا كل اللي عيقع عندي كورونا هو خلاص الشيخ وهمك ان كله كورونا كله جن فالجنة اضمر حياتك فلا الموضوع عايز وقف انا اتكلم في اعراض السحر دلوقتي عندك اعراض من دية تنصها تلتهى ربع الاعراض يعرف ان انت عندك مشكلة لا حل ان شاء الله وحلها بسيط جدا لو انت فعليك تعند شيخ فاهم وفاهم بعالج ايه السحر ده احنا زي ما احنا قلنا بينقسم لاقسان قسمين قسم اسمه سحر صفلي وده اللي اصعب عن نوع السحر وقسم السحر عادي يعني سحر معمول بمداد طهر او غيره بحبر او زعفران او غيره السحر السفلي ده بيبالوه نجاسات النجاسة بتاحته دم عيط او نجاسة زينة او بولو براز دا بيبال سحر السفلي لو نجاسته صعبة السحر السفلي ده اعراض عامة واعراض خاصة بكل نوع سحر بينقسم لست اقسان ما لهومش سابع مأكول ومشروب ومرشوش ومنفوخ ومدفون ومعلق ست انواع سحر هما متقوليش سحر بالمرض ما تقول ليه السحر عشان عدم الجواز ما تقول ليه السحر كذا لكن قل لنوع السحر مأكول عشان عدم الجواز عشان تقدر تفرق بين الاعراض وبعضها وتقدر تفرق بين ان فيه جن ولا ما فيش جن عندك فيجي لازم بقى نوصل لحل ايه الحل ده هوت ان احنا نقسم موضوع السحر عشان نعرف ايه اعراض السحر نعرف ايه اعراض الجن نعرف ايه اعراض الشيطان نعرف ايه اعراض الحسد عشان خاطر ربنا يهبنا البصيرة دينا البصيرة ان احنا نقدر نتعالج ونخلص من اللي احنا فيه ده السحر السفلي ده له اعراض عامة بتجيلك ساعة اليقظة وانت صاحي وعراض عامة بتجيلك وانت نايم وله كل نوع سحر من الستة اللي احنا تكلمني عليهم له اعراض خاصة بي يعني السحر المأكول له اعراض خاصة بي سحر متفول له اعراض خاصة بي سحر المسروب له اعراض خاصة بي سحر منفوخ له اعراض خاصة بي يعني السحر المرشوش له اعراض خاصة بي كل سحر من دول له أعراض بتمجيزه عن التاني لكن كلهم بيشتركوا في الأعراض اللي احنا هتكلم عنها ديتهم بنقول دي اسمها أعراض عامة للسحر دي أعراض عامة لكل أنواع السحر للإنسان بيمر بيها أول عرض اللي احنا طبعا نأكده أول عرض الصداع أنا نرسل نسترسل شوية في الأعراض عشان خاطر دول حوالي 120 عرض نقدر نحصل منهم أكبر أعراض ممكنة أول حاجة الصداع المستمر اللي بيصحيك يخليك تصحى به وتنم به دايما صداع دايما عندك صداع دايما بتشكي من صداع ولو خلت عليك طب ما يجيبش معاك نتيجة ألم في أسفل الظهر وإحنا يمكننا تكلمنا في مسألة دي قبل كده ألم في أسفل الظهر لأن الجن بيتحكم في عجب الزنب كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتخلق منها بني آدم سقوط الشعر شعره بيسقط أضعف ما كان في الجسم الشعر فأول حاجة بتتأثر بالسحر شعرك والجهاز العصبي عندك والنوم والمعدة دايما دول هما اللي تعبنين ودايما دول هما اللي فيهم مشاكل من السحر رابع عرض ظهور بقى حمراء دايما في بقى حمراء في جسمك أو زرقاء دايما خربيش دايما فيك هدمات فوق الرجبة أو تحت الرجبة على طول في جسمك عدم انضباط الدورة عند النساء لأنه بيناعمل لها سحر بدم حض والسحر دم الحض ده بيدخل مع هرمونات دم الحض بتاعها فبتلقبط الدنيا معاها زي ما الحال اللي كانت عندي مبارح بتعالج طول عمرها في بنتها في بنته بيعالج طول عمره في بنته والمشكلة عند الأم وإن شاء الله لما نعالجه الأم القصة هتنتهي ومش هايكون فيه حاجة لأنه وصل لها لغدد في جسمها ووصلها لخرباء يعني خراب في الهرمونات ودمر حياتها كلها عدم انضباط الدورة خرباشة تحس إن فيه خرباشة في جسمك أو في جسمها كده كي إن فيه حد خربيشك معين إنت ما تعملش مع حاجة تخربشك أصلا فاقضي الحواسن أنت ممكن جسمك حاجة من جسمك ما تحسش بيها أو ممكن عين مثلا أو ممكن نظرك وروح مرة واحدة شلل مؤقت الكلام ده كله ممكن يحصل من السحنة وبات صرع وإحنا قلنا نوبة الصرع اللي هي طبية بتتميز عن التانية إن نوبة الصرع الطبية بيكون فيها ريالة بتنزل من البؤ لكن الصرع العادي أو الصرع من الجن ما بيكونش فيه ريالة من البؤ يعني ديق في الصدر على طول حس إن السدره ديق دايما مخنوق دايما مش طايق حد دايما بياخد نفسه بالعافية دايما حس إن فيه هم على قلبه قلبه كألة إرادة يحس على طول إنه دايما بيبكي من غير سبب طب بتفكي ليه؟ أنا منعرفش أنا عايز بيبكي وخلاص طب أنت يعدى لوحدك ليه؟ أنا عايزة نقعد لوحده بيبكي وخلاص طب يا بنتي تعالي كولي لا أنا مليش نفس طب يا بنتي أخرجي لا أنا مليش دا بيبكي أكتر حاجة مع البنات اللي هم في سن المراهقة أو داخلين على سن الجواز إذ الحسة السادسة دايما معلش أنا متكلم بسرعة عشان نقدر نحصل أكبر كمية من الأعراض ديت عشان الناس تستفاد الحسة السادسة إن الإنسان يحس بالحاجة أبما تحصل ودي بيبكي لا علاقة وثيقة بالجن عشان واحد يقولك دا أنا ما تشوف عني الإجاب أنا بنحس بالحاجة أبما تحصل على طول لا أعرف نفسك أن أنت على خط نار زي ما بقولوا لأن الجن بيعرفك بعض الحاجات عشان خاطر تحس أن أنت نفسك كويس وقريب من ربنا لكن أنت الجن هو اللي بتحكم فيك وبيخليك تحس بالحاجة قبل ما تحصل صدود عن ذكر لا دايما يقولك أنا طبعا دي بيبكي لها شقين الجن بيبقى متحكم في الجهاز العصبي عند الإنسان عشان خاطر يعني يعتطلع العبادة شوية لكن القرين هو اللي شغال عمالي وسويس له هو عتصلي لو صليت عاتيت تعب القرآن بيتعبك لو صليت دماغك عتتخبط في الأرض لو صليت إيدك عاتيت نعاوك لو صليت عاتيت المصحفة هنقفل منك لو صليت نفسك عيروح لو صليت لو عملتي كل دا الشيطان بيبقى شغال عليك يا عمالي يضرب على دماغي عشان الأخي تسيب العبادة ويبدأ جن السحر يتحكم فيك وضمر فيك أكتر دي الأعراض اللي الإنسان بيحس بيها وهو صاحي واعي لنفسه طيب فيه أعراض تانية بتحس بيها وانت نايم أو أثناء النوم اللي هي الأرق شديد جدا على طول ما فيش نوم أو لو نام شوية اللي هو الألأ ينام ويقوم تاني بسرعة ينام ساعة ويصحى التاني طبعا الجهاز العصبي إن بتكتفاش بالنوم بناء على كده يبقى إنسان ضعيف بنيان ضعيف ما فيش تركيز في طول النهار عايز بيسمه خملان على طول مش قادر يتحرك أعصابه كلها بازة ليلة إنه بتكتفاش من النوم الكوابيس اللي هو الجسوم أول ما ينامي يحس إن فيه حاجة طبعة على نفسه عايز الموته ويقعد يزعى لما يقرأتين كرآن الجن دي يسيبه ويمشي ده من أعراض الجن والسحر الأحلام المفزعة يقوم مفزوع من النوم كل شوية وده بيظهر عند الأولاد على طول لإن الجهاز العصبي اللي هما يكونوا مسحورين سحر وراسي يجيين بما يتحكي في جهاز العصبي عندهم أكتر فدايما تلاقي الطفل يقوم مفزوع من النوم ويزعى ويسرق بعدين إنام تاني الإحتلام طبعا زي ما احنا تكلمنا قبل كده إن الإحتلام ده بيكون له كذا شكل أو كذا صورة إن الإنسان يحتلم إنه بيجامع حد من محارمه أو حد من محارمه بيجامعه أو مثلا بيجامع الواط أو بيجامع حد غريب عنه أو بتجامع جزهة أو جزهة بيجامعها تحلم الأحلام دي الجن طبعا بيحاول يتمكن أو بيزود مادة السحر في دم في الجسم بالنجاسة عشان خاطر الإنسان ده يبقى على طول مادة السحر مالية جسمه وهو بيتحكم فيه رؤية حيوانات إبليس وإحنا قلنا حيوانات إبليس قبل كده اللي هي القط والفار والتعبان والكلب والجمل والكلام والبورس اللي هو عينه فيها نقطة سودة فوقه والقطة الأسود والكلب الأسود دول حيوانات على طول بتحلم بيهم وإنت نايم ممكن تحلم أحلامه وتتحقق كل ما يحلم حلمه يتحقق يقولك ده أنا حلمت حلم البرعة يحصل النهار دا ليه لأن الجن بيدي له بعض المعلومات عشان خاطر يحس إنه هو إنسان يعني قريب من ربنا وبيبقى أكتر حاجة عند الصوفية لأنهم بيبقى الموضوع ده بواخد معاهم شوية الأحلام البطنية دايما يعني أحلام بطنية أنه حس بالشيء وكأنه بيحصل تاني يعني كأنه أنا مثلا بنتكلم بنعيش الموقف ده بيتعاد قدامي ونعيشه كأني عشته قبل كده بيقرض على نيابه هو نايم على طول كز على نيابه التأوه يحس على طول بيزومه عليه حمله هو نايم كأنه واحد شايل حمله ماشي ماشي به ممكن لما الجهاز العصبي عنده يتأثر خالص يمشي وهو نايم وقولك ده إنسان مريض عضوي أو يتبول تبول لا إراضي يبقى عنده الأطفال أكتر الحاجات أو النزيف يبقى عنده نزيف من الضبر على طوله نايم خاصة يجيله وهو نايم ودي بتكون الجهاز العصبي عنده تأثر بالسحر تأثير قوي ومعادش متحكم في المداخل ولا المخالج بتاعة جسمه دي الأعراض الخاصة بالسحر السفل العامة اللي بتحصل لك وانت صاحي وبتحصل لك وانت نايم بعد كده عن قسم وتأسيم تاني انت خلاص انت عندك أعراض من دية في عايز نعرف انا عندي نوع سحر يا شيخ عندي نوع سحر مأكول ولا مشروب ولا مرشوش ولا معلق ولا مدفون ولا منفوق عايز نعرف اي نوع سحر عندي من دول ما انا عندي الأعراض دي كلها دايما لما نسأل حد ونفتحه في الكلام ونبدأ نسأل فيه انا منسأل السيئلة دي لكل حد بيجيل عشان نعرف نشخص عنده انت عندك سحر طبع عندك سحر نوعه ايه عايز نعرف انا عندي سحر نوعه ايه لو عندك الأعراض اللي عن تكلم عنها ديت اعرف ان انت عندك سحر نوعه كذا عشان تقدر تعالجه وتخلص منه وعن بنتكلم على كل نوع سحر هو بأثر على ايه في جسمك وبضمر ايه في جسمك وممكن يوصلك لسرطان اللي قدر الله وممكن يوصلك لفشل الكلوي وممكن يوصلك عاجز ومشكله طول عمرك عشان خاطر ايه هو كان سحر عايز يتعالج صحة من الاول وقصة تنتهي وما يكونش فيه شيء ان شاء الله اول حاجة سحر الماكول ايه لما يكون واكل سحر ايه الاعراض اللي ممكن تظهر علي وانا واكل سحر اول حاجة مغصو الطراب في المعدة قوي جدا اول حاجة لان المعدة دي هي اللي بتحمل السحر بتشيله طول عمره شايلة والمادة السحر دي او طلصة من السحر البقرة السحرية اللي في المعدة ديت بتنشر النجاسة بتاعت السحر في الدم كله والانسان كأن دي البقرة او دي القنبلة الموقوطة اللي هي عمالة توزع عشعة في الجسم كله وان شاء الله بقدر الله بنتكلم في مرة يعني بدقة ان ممكن السحر يعمل اشعة ضارة ولا لا وده اللي احنا نستنتجه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما السحر كان في البقر واصر على الماء بتاعت البقر مع ان البقر ده كان من افضل او من اعزب ماء المدينة اول ما السحر نحط فيه البقر ده وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة انما اهو كنقاعة الحناء زي مية الحناء من شدة الضمار اللي عملوا فيه السحر وبعد كده وصف النبي اللي طلع النخل بتاعه قال يا عائشة ان نخله كرؤوس الشياطين او طلعه كرؤوس الشياطين يعني من شدة نجاس السحر والاشعة الضارة اللي بطلحها خلى النخل نفسه زي رؤوس الشياطين تخيل لما يكون السحر ده بالنجاسة دي في المعدة عندك عيعمل فيك ايه عيعمل بقرة سحرية في المعدة عياكل جدار المعدة عيخليه مش عارف تياكل عيبة فيه نور في معدتك انتفاخات على طول في معدتك وكل ده من اعراض السحر المأكل معلش برضو انا بنعتذر ان انا بنتكلم بسرعة وبرضو عشان بنأكد ان انا عايز نوصل اكبر كمية ممكنة من المعلومات او من اعراض السحر عشان الناس اللي عندها الاعراض تنتبه لنفسها وتقدر تعالج نفسها فقدان الشياء يقول لك انا على طول ما ليش نفس الاكل خالص ما ليش نفس الاكل واحد تاني يقول لي انا منكلش اصلا ومندخن على طول واحد تاني يقول لي انا نفسي على طول مفتوحة للأكل ما بنبطلش أكل ما بنبطلش علي ممكن السحر يعمل الكلام ده ممكن يخلي عندك صدود شهية نهائيا وتدخم برضو وممكن يخلي عندك شهية مفتوحة وما بنبطلش عليك أكل وممكن يأكلك السحر وانت نايم وخليك حتى وانت نايم بيتأكل زي الأختي الي كانت عندي برعة انا ما بنبطلش أكل لحوم وما نايمة ولحوم مع feena والتاني بتقول لي انا ما منطلع كأن فيه دود بيطلع من بقي على طول القيء المستمر دايما الإنسان اللي هو مع سحور داي حسن أول ما يأكل أكل يحسن حط نار في معدته عايز يطلحها بسرعة أو بيحسن وعايز رجع وممكن يرجع بالفعل طبعا بعد أوقات يقول لك أنا عايز ناكل أكل نوع معين من الأكل وبعد لما يجي الأكل قدامه وقول لك أنا مليش نفسي ناكله خلاص أنا مش عايز ناكله أو ممكن يشوفه نرجع زي ما كان ناس كتير يقول لي أنا أول ما نشوف السمكة الرجع أول ما نشوف اللحمة الرجع أول ما نشوف كذا الرجع ليه من غير ما ناكله أصلا لكن أول ما نشوفه بس الرجع ليه هو بيحسن الأحساس ده الجيني اللي جواه مش عايز يأكل لحمة السعر بتاعه متزبط أنه ما يأكلش لحمة فأول ما يشوف اللحم ديه تبقى عايز يرجع أكثرهم الحمام والأرميط والأسماك بأنواحها دي بتبقى يعني بتأثرها بالسعر شوية أول ما يقعد الواحد يحس أن فيه خيالات فيه يعني ضمار حوالي يحس ان فيه ضمار حواليه حد بيتحرك حد بيتكلم حد يرايح جاي حد مش عارفة ليه بيعمل كده جن السحر ده باما واحدة من اتنين يعايز يوريه عمار المكان عشان يفضحهم قدامه وقوله انت فيه جن حواليك هم اللي شغلينك او اما عمار المكان هم اللي بيظهروا نفسهم للانسان المصحور ده خوفا عليه من جن السحر اللي معاه وبيدلوه بقوله انت عندك مشكلة جواك فيه جن جواك روح عالب نفسك عمار المكان طبعا اللي هم في البيوت ما بيدروش حد يا اما عمار المكان عايزين يدلو الانسان عشان قاطر يقوله انت عندك سحر يا اما جن السحر عايق خلاص حسب قوته مع المصحور ده وتحكم في الجهاز العصر بتاعه وخله يشوف ما لا يراه غيره او ما لا يراه الانس تمام طيب الخوف الشديد لو بقى في مكان لوحد يقولك انا كنت الاول وانا صغير بنحب نقعد لوحدك تدلوقتي لو انا عدت في الشقة الواحد ممكن نموت لو انا رحت جيبت حاجة من القوة التانية ممكن نموت من الخوف مش قادل نتحرك ليه دايما الجن عامله رعب وهلع وضمار فيه اعصابه فيه حاجات تانية طبعا كتير جدا لأعراض السحر المأكول اللي هي ممكن ان يحس ان فيه حد ماشي وراه على طول يحس ان حد ماشي وراه ان او فيه حد يحط ايده عليه وهو ماشي حد يكعبله من رجله يحس ان فيه ارض عالية وارض وطية قدامه يحس ان يعايز يرفع رجله عشان فيه ارض اعلى من ارضه قدامه مع ان الارض بلاطه ما فيش اصلا قدامه حاجة غير البلاط او سجادة او غيره يحس ان حيتكعبله على طول عيقع على طول عمال يبص في نفسه ما عندهش ثقة في نفسه على طول يحس ان هو هدومه حاجة مقطوعة من هدومه دايما يحس ان فيه خلل في حياته وهو ماشي عدم اكل الكوسة يقول لك انا منحبش الكوسة بواحد يقول لي ليه الكوسة لان الكوسة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الكوسة فالجن بيكرهها وبيكره اي حد يعني ايه بيتواصل بالكوسة واسبت العلماء ان الكوسة دي لها فواية كتير جدا من اهمها انه بتنظف السحر من الجسم ده السحر المأكول اول ما الاعرض تكون عندك اعرف ان انت عندك حاجة اسمها سحر مأكول عالج نفسك عشان تخلص منها الاعرض او السحر النوع التاني من السحر احنا تكلمنا فيه فرق بين هدف السحر وبين نوع السحر ممكن يكون عندك سحر مأكول هدف عدم الجواز سحر مشروب هدف عدم الجواز سحر مأكول عشان مثلا مرض كل نوع يختلف عن الهدف يبا النوع كذا الهدف منه كذا انه جزت تحته كذا لازم الشيخ يكون فاهم الكلام ده السحر المشروب على طول يحس ان فيه حموضة او نار في صدري يقول لك انا حاس ان فيه نار عندي حاس ان فيه نار في صدري لو انا شربت شوات مية حتى نحس ان اعن رجحهم من كتر النار او الصهت اللي بيطلع في صدري ليه لان السحر المشروب ده بيأثر على الكلا وبيأثر على المجرى الهوائي بيخلي الانسان على طول يحس ان فيه نار في التنفس الشعور على طول يقول لك انا انا على طول يحس ان فيه سخونية في بطن كان فيه نار في البطن تحت ليه النار ديه لان السحر المشروب ده بيحاول دايما يخلي الماء الأحماض بتاعة المعدة كأن فيه غليان جوه معدته عشان ما يكلش ولا يشرب ويفضل طول النهارس اللي هو عنده سح المشروب ده إما بيشرب مية كتير جدا يقولك أنا حاس إن فيه نار عزة طفية أو إما ما يشربش مية نهائيا ودي ببالها أضرار طبعا لو هو شرب مية كتير بتأثر على الكلة لو هو شرب مية أكتر من اللازم لو هو مشربش مية أكتر بتأثر على خلايا الكلة برضو يبسح المشروب ده بيأثر أكتر حاجة على الكلة عشان يعمل فشل كلوي الإنسان ودي أكتر يمكن عرضة قبل كده الأخ اللي هو كان بتاع المنصورة اللي هو فعلا حصله فشل كلوي وبعد ما ضغطت على زوجته قالت لي يا شيخ أنا فعلا أنا اللي عملت له السحر عشان ما يروحش يتجوز علي وبعد كده خلاص يا شيخ أنا عايزة نعالجه تله بعد دي عتعالجيه عتعالجيه بعد ما جاله فشل كلوي عترحميه من إيه يعني ربنا عزبك على الكلام ده طبعا نهارته وهو نهار بكاء وكده لكن دايما بننصح أوعي تفكري إن ربنا عيخلي جوزك يحبك بالسحر وحتى لو حبك شوية بالسحر عيروح منك خالص وانت عتموته وتكوني سبب في مرضه شعور طبعا بالسخونة امتناع عن مشروب يعني فيه مشروب معانيك يقولك أنا نحبوش عصير لمون مثلا مانجا أي عصير من دول يقولك أنا ده ماء ما منحبوش ما منعبش نشربوه لو شفت قدام ممكن ممكن نرجع أو دايما يلاقي نفسه عايز يشرب مشروب معين على طول ليه الجن عايز يشرب المشروب ده بيحب المشروب ده السحر جايب له جن بيحب يشرب المانجا مثلا الجن ده على طول عايز يشرب منجا كل شوية عايز يشرب لمون عايز يشرب كذا وممكن يكون الأساس فيه لإنه شرب السحر بتاعه على مشروب معين من دول بعد كده دايما الجن عايز يشرب المشروب ده عشان يزود مادة السحر في الجسم طبعا ما يحبش يشرب لبن خالص يقول لك اللبن ده أنا بينه بينه عدوة ولا يحبينه ولا بنعبه ليه يا عم عشان خطر اللبن ده طهار أطهر شيء ربنا خلقه اللي هو اللبن تمام وأنجز شيء ربنا خلقه السحر فهم الاتنين ما بيتفقوش مع بعض شاهد في بعض حالات يقول لي أنت بتعالج الأسحار باللبن الشيء آه ممكن عليكها باللبن لو السحر ده في نجاسة أو غيره ممكن عليكها ببعض حاجات الألبان دي عشان خطر ده أطهر حاجة وده أنجز حاجة وبالعسل برضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن وقدم العسل كمان في كلامه يعني في بعض الروايات لأن العسل ده شفاء فيه شفاء للناس كما قال الله تبارك وتعالى على الآن في البول يقول لك على طول أنا عندي نار في البول عندي تقطيع في البول مهما نشرب مية المية مش موجودة لأننا نشربها مش موجودة عندك إنه بتتبول نار أو بتتبول نار ليه لأن السحر أصر على البرستاطة أو أصر على المجرى البولي يقل فيه التهابات قوية جدا والإنسان بيتأصر بالكلام ده طبعا السحر المشروب ده لو هم عمول بدم دورة أو غيره بيعمل نجاسة دم الدورة بتعمل طبعا يعني ورمل فيها في الرحم بتعمل التهابات في الرحم بتعمل يعني حاجات عنقودية في الرحم عشان خاطر الجن يتحكم في الفرج أكتر من اللازم ممكن بعد كده يقول لك أنا حاس إن فيه حاجة خنآن اللي هو اللي عنده سحر مشروب يقول لك أنا دايما بنحس إن فيه حاجة خنآن منظوري حاس إن فيه حاجة هنا وقفة ليه لأنه عنده سحر المشروب الإمساك على طول يقول لك أنا عندي إمساك أنا مهما ناخد ملينات عندي إمساك أو يحصل العكس ما كانش إمساك يبقى إسهال إسهال قوي طبعا مهما ياخد من حاجات تمسك معدته هو برضو ما فيش نتيجة حتى لو وقف شوية يرجع تاني لإن السحر عمالي صفي فيه لإنه عشان ما يستفدش بأي هرمونات أو أي فيتامينات تدقل جسمه التأثير طبعا على الكلاه أكتر حاجة بتأصل المسألة دية في السحر المشروب اللي هي الكلاه الخمول الجنسي يقول لك أنا كنت كويس لعندي يوم كذا بعد ما حصل لكذا عندي خمول جنسي ما عادش لي رغبة في الجماعة نهائيا حتى الزوجة ونفس الطريقة برضو يقول لك أنا ما عادش لي رغبة في الكلام ده خالص وأنا كبرت على الكلام ده وإحنا كبرنا وما عادش الكلام ده مع أنه عندهم 40 سنة مثلا 45-50 سنة لسه شباب يقول لك لا أهنا الاثنين ما عادش لينا رغبة في الكلام ده وبيكون تأثير الخمول الجنسي ده من السحر عشان كده دايما لما نعالك حالات من السحر ده يقول لك أنا كنت ما كنتش بنجامع بها لي عشر سنين وبعدين ابتدت انجامع تاني ليه؟ بعد ما تعالج من السحر رجع لوضعه الطبيعي تاني رقم 12 في السحر المشروب الأنيمية القوية جدا دايما عتلاقي عنده أنيمية قوية دايما عتلاقي أولادها عندهم أنيمية قوية مهما تعالجهم عندهم بوع في وشهم عندهم مشاكل في جسمهم واحد عنده بوهاء واحد عنده صدفية قوية جدا واحد عنده ليه؟ لأن ده طبعا تزبط السموم بتزيد في الكبد والكبد هو المسؤول عن لون الجسم وغيره فيبدأ البشرة نفسها تتأثر بالسحر طيب سواد تحت العين دايما اللي عنده صدفية مشروب تلاقي سواد تحت عين وعلى طول تقول لك أنا مهما حطيت من ميكاب وغيره أنا عندي صواد تحت عناية معروفة به فدي تتعرف أن فيه مشكلة ومن صدفية مشروب لأنه بيأثر وبيسحب المية كلها من الجلد نفسه بيأثر على أضعف منطقة في البشرة اللي هي تحت العين على طول يقول لك أنا عندي انتفاخ في المعدة عندي انتفاخ على طول حاس أن فيه بلونة في معدته ليه؟ الجن عنده مواقف كده بيعمل كي أنا شرحتها قبل كده في السحر يعني زي الجن بيتحكم في أكلك وفي شربك فراحت المسألة دي قبل كده الجن عشان يخلي الإنسان على طول قلقان وعلى طول منفوق زي البلونة كده بيسد البلعون بتاعه بيسد المصران وينفخ في المعدة ينفخ النفخة دي بتخلي معدته كأنه ماشي كأنه يعني أقول لك أنا أحس أن فيه عامل عندي أنا مش بناء أدم عادي ودايما الستة تقول لك أنا أحس فيه إيه؟ ليه؟ لأن الجن بينفخ المعدة عشان يخلي على طول أنت إنسان مريض وتعبان وأكتر حاجة للمعدة دي تيابيت الداء ودايما بتنشر السحر في الجسم رائحة كريهة أقول لك أنا دايما منشم ريحة وحشة من بقي أكتر حاجة أو بوله ريحته تبقى قوية جدا أو البرازي برحته غبية جدا ليه؟ غير العادي لأنه دا بيكون متأثر من السحر طبعا دايما الإنسان يقول لك أنا عندي إيه؟ عندي بريق في العين أو عندي بياض عيني على رسول فيه مشاكل ليه؟ لأن دا بيأثر برضه على السحر طيق دا السحر المشروب ودايما إحنا منقول يبقى إحنا كده خدنا السحر المأكول وخدنا السحر المشروب نتكلم عن السحر المرشوش أنا معالشش أنا منتكلم بسرعة علشان خاطر الناس تقدر تستوعب كمية الأعراض عشان نقدر ننخلصها إن شاء الله الحلقة دي كلها بإذن الله السحر المرشوش إحنا نتكلم عن طبعا السحر المأكول والسحر المشروب وعراض السحر العامة كلها الأثناء اليقظة وأثناء النوم السحر المرشوش دا دايما اللي عنده سحر المشروب يقول لك أنا عندي ألم في رجلية من تحت مش قادر نشد رجلية حاسي عم الشيخ إن في حد رابط لي شكرة ملعف رجلية بنشد فيها بنفس الاسلوب دا وبنفس الشرح دا يقول لك أنا حاسي إن حد نمسك رجلية من تحت مش قادر نمشي ويقول لك أنا كل ما يدوب نوقف رجل شوية عايز نحركها من مكانها يعني واحد يقول لي أنا وقفت شوية لازم نحرك رجلي أنا عادت مثلا على كرسي لازم نحرك رجلي ليه؟ لإني دايما فيه تنميل أو سبت رجله في وقت موقف معين دايما حركي حسن رجله عا توقف أو تنمي الجامل أو ممكن بعض أيام يلاقي نفسه هو ماشي حصل شد عضلي اللي هو شد عضل دا في جسمه أو هو نايم حسن شد دايما شد عضلي دايما شد عضل في رجله عشان يخليه متكتف يعني مكتوف ومش قادر يتحرك دايما انتظر عند النساء دوالي السقين تلاقي جسمها حلو لونها حلو برصورة كويسة ورجلها كلها من وراء غبية جدا ليه؟ لإن السحر المرشوش دا هي اللي خطت عليه دا هو اللي خلت دوالي تزيد في رجلها تروح الدكتور وقول لها مش دوالي طب تعمل الدوالي ما تطلعش دوالي حتى لو عامل الدوالي ما روحش برضو الدوالي ما تروحش برجلها وعرق تبقى رجلها شكلها غبي جدا طبعا البنات أو النساء بالموضوع دا بيرهقهم إرهاق قوي جدا لاني دا يعني دي جمالهم فدايما تقول لك أنا مرحبت رجلي مش عايزة نوريها الجوزي ومش عايزة جوزي شوفها عشان خاطة شكلها مش كويس لا لا ماشي عشان نقدر أنا منعتذر على التلفونات برضو لو يعني التلفونات أنا منعتذر ليه؟ يعني نحاول بقدر بالمكان نحن ناخده أكتر كمية من الأسئلة في الحلقة دية عشان تكون جمعة وبعد كنت بنتفصلها بالترتيب طبعا ألم في المفاصل غير معلل دايما على طول مفاصل وتعباء دايما فيه خشونة دايما عنده ألم في رجليه منتح دايما عنده ألم في الظهر دايما عنده ألم في المفاصل يقول لك أنا الجسم كله بيترشع ليه؟ لإن دايما السحر بيعمله خشونة في رجليه أو في جسمه كله طبعا يطلع من المرض يدخل في المرض يطلع من ألم رجليه خشف ألم ظهر يطلع من ظهر يدخل في رقابته يطلع من رقابته دايما عنده مشكلة في الإعظام أو في المفاصل على طول يحلم أنه هو بميا يحلم بميا على طول يحلم أنه برشع مياه بترعب بيغرق بيشرب أي حاجة المهم من المياه ديه مرتبطة معاه في السحر زي ما كان حد عندي الأول زي ما شوية يقول لي يا شيخ أنا دايما بنحلم كل حياتي في المقابر بنحلم أنه في فرح في المقابر في عزة في المقابر في رايح نزور بمريض في المقابر رايح نزور أمي في المقابر رايح نزورها بيغرق كله في المقابر ليه؟ لأن الجن اللي معاه مرتبط بسحر في المقابر وده لما علجناها ربنا خف عنه وراح الموضوع ده خالص وما بقاش في عنده مشكلة أصلا طيب طبعا ممكن يحلم أنه ماشي حافي يقول لك أنا دايما نحلم أنه ماشي حافي ليه ما نعرف شيء؟ واحدة التانية تقول لي أنا دايماً نحلم نمشي عريانة لابسة لبس مثلاً ماينفحش نمشي بيه في الشارع يلعى طرحة لو هي بتلبس طرحة ألعى مثلاً عباية ألعى مثلاً بلوزة المهم أني فيه هي عريانة وما تشاه في الشارع تمام فدي بيبة من أعراض السحر المرشور حد تاني يقول لي أنا دايماً بنحلم أني في امتحان ومش عارف نجاوب فيه دايماً يعني ده بنفس أو بنفس الصيغة ديت يعني يقول لك يا إما أنا في موقف مش عارف نتصرف فيه خالص يا إما أنا في امتحان ومش عارف نجاوب فيه وأكتر الامتحان يقول لك أنا عارف الأسئلة وبتخشي للورقة وبنبع عارف نحل الوقت خالص ومش عارف نحل ليه؟ معيني سيبت الدراسة من الزمان ليه؟ لأن السحة دايماً عايز يخليها مكتوفة ويخليها ما عندها السقة في نفسها هو اللي بيعمل الكلام ده طيب تاني حاجة إنه هو يمشي عريانة زي ما احنا قولنا دايماً هي تمشي تحلم إنه هي مشي عريانة أو بتحلم إنه نايمي عريانة قدام حد من أهلها وبدأ بيكون موقف صعب بالنسبة لها ده السحر المرشوش ناخد السحر المدفون وبرضه بنعتدد إنه متكلم بسرعة يعني عزره دي أول حاجة المرض يشم إنه فيه دايماً ريحة وحشة في المكان يقول لك أنا دايماً أنا عادة في البيت معيني البيت مضيف وكويس والدنيا ماشية كويسة دايماً في لي حواحشة بنضور على مكان وحش في البيت واحد تاني يقول لي أنا دايماً بيلاقي ديدان تحت عتبة الباب واحدة تانية يقول لي أنا دايماً ممكن لقي فار مرمي قدام عتبة البيت أو دايماً لقي فار مرمي فوق الصفح مثلاً في مشكلة عندي في البيت خلاص دايماً نلاقي مثلاً الناس كلها في البيت سيئة وبتعمل أول ما نسيئ البيت يلاقي ريحة زفارة وريحة نجاسة في البيت معيني أنا من الضفة وعملة بمطهرات كويس كله تمام فدايماً دا بيعمل الجن بيحط لها النجاسة ديت وبحط لها العفونة دي عشان دايماً يتحس أن في عفونة والأمر التاني دايماً بيحط العفونة ديت في مناخرها لأنه بيبس سحر مدفون في المقابر فالإنسان يعني نعرضه إن شاء الله لكلام دلحلقة اللي جاية واحدة كانت مصؤولة بسحر مدفون وبتحكي أعرضها أنا كان عندي إيه أو بنحس بإيه السحر المدفون دا بيديماً يخلي فيه عفونة في البؤ أو يعفونة كأنك عايش ميت زي ما احنا قلنا قبل كده إن الإنسان بياخده السحر دا اللي هم السحر أو اللي رايح عمله السحر ويحطه في طبق ميت ويقفله ويدفن بين ميت واحدة رايحة تغسل وطبعاً دي بقى إلا من رحم الله من المغسلين ما عندهمش يعني فيه ناس ما عندهاش ورع ولا عندها رحمة تاخد السحر وتحطه في فرج اللي ميته أو تحط طبق اللي ميت عشان الإنسان المصحور دا يعني يعيش طول عمره وهو عايش إنسان مريض وإنسان عايش فيه قبر كأنه إنسان ميت بالفعل الأمر الثاني اللي هو على طول يحس إنه هو عنده دايماً جنب بنجنابه وينمله جنبه لأ يعني على طول يحس إنه فيه إيه جنب ينمله جنبه التاني لأ رجلة نمله ورجلة لأ ممكن النص كله ينمل والنص التاني لأ ممكن جنبي يعرأ وجنبه لأ واحد يقول لي أنا دايماً شيخ أنا إيدي دي بتعرأ وإيدي لأ لما نقفل إيدي كده شوية إيدي تعرق وإيدي لأ لما نقفل إيدي شوية الطبيعي ما تعرقش فلو قفلتها دي واحدة مثلا سانيتين لأيدي كلها باعت عرق ليه؟ لإن ده بيبقى عنده سحر مدفوض دايما يحلم بالمقابر والمذابل والخربات دايما على طول في حتة مقطوعة دايما على طول عنده رعب من المكان حتى هو عايش في بيت كويس يحس أنه هو في مكان فاضي مفهوش بشر دايما يحلم بهياك العظمية يحلم بعفريت يحلم بتعبين بحاجات متوحشة دايما اللي هو عنده سحر المدفون دا لأنه عايز فيه رعب فعلا الجن اللي بره بيملي عليه الحياة اللي هو عايشه بره ما يكلش سمك الأرمود خالص يقولك أنا سمك الأرمود ده منحبه ليه شمعنا سمك الأرمود بالذات لأنه أكتر الأسعار المدفونة بيستعملوا فيها الأرمود بيجيبوا الأرمود دا لأنه بيحب يعيش في أي مكان في وحل أو طين أو غيره وبيحب يعيش في المية وفوق المية ويعيش في الهوى وبيأكل اللي جيفه وكده فدايما يأخذوا الأرمود لأنه بيبقى محبب للجن وبيأخذوا الأرمود دا يدفنوا فيه السحر أو يكتبوا عليه السحر ويدفنوه والإنسان بيكره الأرمود دا أو ممكن العكس الأكتر يحبه جدا صداع فيه مؤخرة الرأس على طول يقولك أنا حسن دماغي من وراء ديت كإني حاجة مسكاة متكتفة يا شيخ أنا مش عارف نعمل عزم فك دماغي مش عارف ليه؟ لأن السحر المدفون دايما كإني حد مثبته على حاجة معينة ماشي عليها يقولك على طول أنا واحد تاني يقولي أنا ما نشوفش أحلام نهائيا طول عمري يا شيخ أنا ما نشوفش أحلام ليه ما نشوفش أحلام أو جت في فترة من الزمن كنت وانا عندي 20 سنة منشوف أحلام عادي بعد كده انقطعت الأحلام عني ما عادش منشوف أحلام وده بيبقى خلاص جن السحر المدفون ده بيفصل عنه الواقع اللي هو عايش وبيملي عليه حياة تانية هو عايش وده بيبقى من أعراض السحر واحد تاني يقولي أنا ساعة ما نيجي نامي نحسي نفسي بروح بنقوم مرة واحدة عن موت ليه؟ لأنه الجن بيهدده أنه انت خلاص إنسان ميت واحد تاني يقولي أنا ما نحلم أنه نقع من على حاجة عالية أو دايما وانا ماشي نحسي أنه نقع أو عندي فوبيا من الأماكن العالية بصورة غير عادية يعني تطلع مثلا دور ولا حاجة يقولك أنه نقدرش ليه لأنه بخاف من الأماكن دي طبعا عنده خف من الموت أول ما يسمع سيرة الموت عنده رعب ليه؟ هتموت يحس أنه خلاص عنده رعب وحياته عاد ينتهى ويقنى وما يعرضش روح مستشفى ولا يقدر يقعد في معازها ولا يقدر يقعد في اجتماعات ولا يقدر يقرب من الكلام لأنه عنده سحر دايما بأثر عليه زغلالة على طول وعنده زغلالة على طول في عيني ويقولك أنا منشوف خيالات في عيني على طول وبنشوف رسومات على العيطة وبنشوف حاجة حمراء على طول في عيني أو غيره واحد تاني يقولي أنا عندي حاس أن فيه دابيس وخبط في دماغي على طول دابيس كان في حد بشكشك في دماغي واحد تاني يقولي أنا عندي عدم تركيز في أي شيء نهائيا كأن دماغي دي محطوطة في مكانة وحدها وانا عايش في مكان تاني ليه؟ ما عندهش تركيز في أي شيء لا في عمل ولا في أكل عيش ولا في شرب ولا في أكل ولا في شرب ولا في مع زوجة ولا مع أولاد ما عندهش تركيز حياته في مكان تاني وطبعاً ده الجن بيهيئ له أني أنت عايش في القبر أو مدفوض مش عايش في الحياة ده السحر المدفوض نأخد السحر المنفوض سريعاً عشان برضه الوقت ما دهماش ونقدر نخلص فضل السحر المنفوض والسحر المعلّة أول حاجة تظهر لي أني عندي سحر منفوض بقع في جسم يبلغ بقعة اللي في هدومي مش في جسمي نفسه بقعة في الهدوم أو ما يلبس طقماء بيضاء أو يلبس حاجة بيضاء أو يلبس حاجة ألوان يحس إن الحاجة دي بقت سبغة من عرق بتاعه. دايما ريحة عرق ووحشة جدا لإن ده بيبقى من يكون من أعراض السحر المنفوخ لإن الجن بينفق السحر على الجلد بتاعه أو بينفق السحر على الأكل يوكله له أو مشروب يشربه له ممكن يحلم على طول أنه بيأكل نجاسة بيأكل بولي بيأكل برازي بيأكل دم حيض بيأكل حاجات جيف بيأكل عظم بيأكل دايما السحر اللي هو اللي عنده سحر المعلق أو السحر المنفوخ يحلم بالحاجات دي دايما على طول يحلم إن في حد بيأكله في منامه على طول إن حد بيأكله ويحس إن هو الحاجة اللي بيأكلها في الحلم بيكرهها في الحقيقة أو العكس يحس إن الحاجة اللي بيأكلها في الحلم بيحبها في الحقيقة جدا وعايز دايما يأكل منها ما عندهش نية للأكل خالص دايما جبت عنده أكل لو حطت قدامه خروف زي ما تحط قدامه يعني مخلل هو عنده الموضوع عادي وخلاص مش فرق معه الأكل أصلا دايما الملابس بتاعته أو مقلحة يلاقي فيها كإني في الظهر كده كإني حاجة صفرة جامد جدا كإني فيه حنة عليه طبعا دايما عنده متاعب غير معروف في الجهاز العصبي دايما عنده مشاكل في الجهاز العصبي دايما بيقض برشام عشان يهدي عشان يهدى دايما عنده عصبي جدا دايما مش طيق حدي دايما عايز يزعع دايما بترفز دايما أعراض السحر المنفوخ ده أعراض السحر المنفوخ بعد كده ناخد أعراض السحر المعلق أعراض السحر المعلق ديت اللي طبعا احنا برضو عشان المتابعين يبوا معايا مشادي يبوا معايا احنا قلناك السحر المأكول والسحر المشروب والسحر المرشوش والسحر المنفوخ والسحر المدفون فاضل السحر المعلق السحر المعلق على طول يقول لك انا اول ما الدنيا تعمل ريح نحس ان الدنيا خربت معي خلاص عايز نجري عايز نعمل اي مشكلة عايز زعم احد اول ما لان السحر هو متعلق اول ما الريح بيحركه هو بيتحرك اول ما الريح بياخد انتجاه شمال هو بياخد انتجاه شمال لو هو رايح مشوار كده والسحر الحجاب تغير يقول لك انا ارجع تاني مش رايح ليه عم يقول لك انا مش رايح خلاص ليه لان اتجاه الحجاب بتاعه او اتجاه اللي هو اللي الساقل مزبطه عليه اتغير عنده دايما عدم تركيز ودور في دماغه ممكن يوقع او ما يوقف في جواعة تاني دايما يعني يبقى ماشي يحس انه على طولها يوقع ما يكلش حمام خالص يقولك انا اول ما نشوف الحمام ده كاني شفت عفرة قدامي مش عايز داك الحمام او حتى لو شم ريعته بس يحس انه عايز يرجع ممكن دايما المرضى يحس انه بيطلع دود او نامل من ودانه او من بؤه وخاصات من ودانه يحس بصفرة في ودانه يقولك انا حاس بصفير او طنين في وداني على طول ممكن يحس ان قلبه على طول كأن فيه بلونة في قلبه جوه دب دب ليه لان السحر المنفوقه ده بيبتأثيره اكتر حاجة على القلب والجزء العلوي من الجسم اللي هي الدماغ ممكن يحلم على طول انه هو بيطير في الهواء بيطير على ماكن عالية بيطير على عماير شايف الناس تحته كل ده يحس به دايما السحر المأكول ده او السحر المنفوق ده بتأثيره على الجهاز العصر بتأثيره على الاعلى حتى في الجسم طبعا كل ده بيتلخص كله في ايه ان الاسحار كلها بتتلخص فيه ان فيه سحر بالبغض وسحر بالمحبة السحر بالبغض اهداف عند السحر والسحر المحبة له اهداف عند السحر السحر ده زي ما احنا قولنا بينقسم لثلاث قوة مختلفة القوة الاولى ان يكون السحر فردي اللي هو طلصم واحد بس او رموز اللي هي بيكون حروف ورموز او ممكن حروف ورموز وارقام كل ما كانت حاجة من دول اقوى فبيكون السحر اقوى تأثيرا على الانسان اللي هو المصحور ده وبيتأثر به اقوى واقوى واقوى يبال اول لما نشوف السحر مكتوب في حروف بس اعرف ان السحر ده فردي لما يكون فيه حروف وارقام اعرف ان السحر ده مزدوج لما يكون فيه حروف وارقام ورموز اعرف ان السحر ده مركب فيه كل العلوم بتاعة السحر وبيكون الانسان المصحور ده يعيني من اشد الناس عذابا في الارض وبيكون متضمر قوي الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنه اعراض السحر المأكون والمشروب المتفول المعلق ومنفوخ دي الاعراض كلها طيب السحر المحبة او السحر اللي هادفه المحبة بيباله خاصية شوية عن بوائي عن باقي أعراض أو أهدف الأصحار يعني واحد معموله سحب المرض بيخصصه بالمرض لكن لما يكون حد معموله سحر محبة يعرفه إزاي نوعه محبة أو هدف منه المحبة يعرفه إزاي لما يكون حد معموله سحر هدفه المحبة يقولك أنا منحب دايما ننام على بطني دايما نحب ننام على وشه كده تمام حتى لو نمت على ظهري أو على جنبي نصحى نلاقي نفسي على وشه دايما يحب أنه يتعامل لعادة سرية بكثرة غير عادية ويكون الكلام ده بيحب يعمل الكلام ده أو يعني تهيأ له الإنسان اللي عملت له السحر أو العكس إن هي ربطة على حد معين دي بتكون يعني دي الأعراض السحر المحبة الحاجة التانية إنه يحب الجميع جدا يعني الجميع ده بيكون هو أكله وشربه وحياته إنه هو بيبصل أي وحدة قدامه إن هي يعني كأنها فريسة قدامه ليه؟ لأنه بيكون يعمل له سحر بالنجاسة ودايما السحر المحبة ده أو الهدف المحبة بيكون معمول بنجاسة زينة أو بول بنجاسة زينة لواط أو زينة مثلا العادي أو زينة محارم ودايما الإنسان لو هو معمول له بنجاسة الزينة المحارم يحب إنه ينظر لأهله يحب إنه ينظر لأمه لأخته لغيره والموضوع ده بيترك فيه حالة نفسية قوية جدا لأنه أصلا شخصيته مش كده ودايما يحس إنه عنده شهوة على أمه وأخته فحاجة صعبة ويحلم بالليل إنه بجامع أمه وأخته فبتيبدأ حاجة صعبة أنا آسف إنه متكلمي الكلام ده لكن الأعراض دي يا جماعة والله ناس عيشها ناس عيشها ده فيعني بيتقلمهم إنه مش عارفين مش لقين حلول يعملوها مش لقي حل يدخل على حال نفسية ويبدأ ياخد علاج نفسي ليه؟ ما أنا مش لقي حلول يا جماعة لكن لو ربنا أعاني الشيخ اللي بيعالج ووصل للنجاسة بتاعة السحر وابتدى ينظف النجاسة بتاعة السحر من دم الإنسان ده يبدأ الإنسان ده هو تيفوق لنفسه ويرجع لوضعه الطبيعي ويعيش حياته الطبيعية فضلت ديس محمود تمام لو فيه اتصالات ما فيش مشكلة عشان برضو ما زعلش ما زعلش الناس معلش أنا آسف على عدم الاتصال لكن والله ده عذرا يعني أنا كنت عايزي نكمل أعراض السحر كلها عشان خاطر الناس كلها بالطلب لبدأ يا شيخ نحن عايزين أعراض السحر كلها العامة والخاصة في حلقة واحدة أنا أرسلت استرسلت فيها وحاولت نخلصها بسرعة بعدم طبعا فاهم أنا فاهم الناس طب العرض ده ليه طب الحاجة دي ليه معلش لكن أنا تديت نقولها سريعا عشان نعرف هل أنا عندي سحر ولا ما عنديه سحر طب لو عندي سحر نوعه ايه و ايه المشكلة وهل ده سحر محبة ولا سحر بغض او غير طبعا السحر المحبة زي ما احنا قلنا دايما بيأثر على الكلا لأنه بي اللي أكتر حاجة النساء بتعملها الأزواجها اللي هو السحر المشروب أسهل حاجة ان هي بتشربه وهي أكتر حاجة قريبة منه فلو حطيط له السحر ده في عصير أو أي مشروب عادي بالنسبة لها مش هتفرق بالنسبة لها فاتشربه له يا عيني وبعد كده الانسان ده بعد سنة ولا حاجة يلاقي نفسه مريض كلا والكلا عنده الدكتور روح يقول له الكلة عندك سبعين في المية خمسين في المية ربيعين في المية يلا خصل الكلة عشان انت عندك الكلة وقفت معتش فيه تاني فده طبعا من ايه لأن هي ظنا منها ان انا اخليه يحبني انت خلتيه يحبك فترة لكن هو مات منك وانت عا تتحزبي امام الله تبارك وتعالى ان انت موتي انسان وضمرتي حياة انسان بالسحر اللي انت بتتكلمي عنه الاستاذة من الفيوم اتفضلي اه اتفضلي اه اتفضلي انا سمعك السلام عليكم عليكم السلام و السلام و بركاته اه فضلت الشيخ اتفضلي انا سمعك اه اه لو سمحت انا عايزة منك اي حاجة تقول هالي دلوقت على الهوى انا بموت بقالي اكتر من تلتة شهر انا عملت انا عملت الزفت السحري ده بايدي النفسي ازاي يوم اه جزء اللي يرحموا اخد الاشار بكتاعي و راح ببه الراجل كويس و اه و عملي الورق و انا و انا و انا و انا و انا عملته في الشيخ لنفسي و انا و انا و انا الشطفت بيه بموت بموت و جزء و جزء وصفة و انا و انا بموت و انا و انا بموت بس انا مش هقدر اجيلك اه قل لي اي حاجة عملها يبارك في عمرك انا بموت طيب عندي كل الامراض المزمنة كل سكر ضغط دخل على فشل كلوي انت عندك كم سنة يا أختي مننا عندك كم سنة طيب انا مش سامعا عندك كم سنة عندك كم سنة عندي 56 سنة طيب عملت السحر نفس عملت السحر السحر ده معي بقى له 11 سنة حرم عليك يا مو محمول يا مو اختي منه حرم عليك انت ازيتي نفسك بص انت ازيتي نفسك ازيتي نفسك يا أختي ايوة ايوة طيب طيب انت ما تعملش حاجة انت تحاولي تبعتلي حد المركز بدي خربار ولا رضي يستهلش وهو مدرس وقاعد حاليا هو قاعد في شقة فوق بعيد عني وانا قاعد الوحدي تحت طيب يا أختي مني المهم حياتي اتضمرت طيب يا أختي مني ان شاء الله ما تتضمرش وان شاء الله ترجع لوضاعات طبيعية بس انت يا تبعتيني بصي أي حاجة يبارك لي في عمرك دلوقتي السحر دا مرض يا ممحمود أنا ما باكلش أنا تعبان بنيعفو عني كارا بصي يا أختي أنا سنين ولا فيش أكل على وشك الموت طيب نشكرك وانا ارد عليك يا أختي بص يا جماعة أنا والله دية اتصال لما سمعت دا هي عاملة سحر نفسها واكتر الحالات كده راح للشيخ والشيخ الدها شربت راحت للشيخ وقال لها خد الولاء دي يعملها كذا خد يعملي الجوزك هذه إنسانة والله أعلم هي كانت عاملة جوزك ولا لأ برضو يعني مننا أخت مننا دية ممكن تكون هي العاملة الجوزك والله سحر المشروب يوصل للفشل الكلة ويدمر الكلة والله ابنتكلم يا جماعة والكلام دا عايشه الموضوع ممكن تكون بعيد عنك انت مش عايشه لكن عشان أنا عايش الحالات دي كل يوم زي كده شفت الأخت مننا دية لما تجي لك وتجولك الكلام دا قدامك في المركز وأنا دمرت نفسي أنا عملت كذا أنا خليت كذا زي الأخ بتاع المنصورة قزى من بالله بيخسل الكلة زوجته أنا قلت له انت عندك سحر مشروب والسحر مشروب دا هو اللي أسرع الكلة انت شربت بكذا كذا كذا قالت لأنا اللي عملته عشان ما يتجوزش علي يموت مني طبعا الكلام دا يا جماعة ايه بتعمله لنفسها فانتي أو انت لو انتي عاملة سحر الجوزك اقنعيه بأي شكل مش لازم بتقوله أنا عاملك سحر يعني اقنعيه بأي شكل تروح تعاليك خلصيه منه بأي شكل زي ما انت عملتي له وللأسف يا جماعة اللي بتروح تعمل سحر الجوزة زي الأخت اللي كانت عند مبانح الشيخ بيقول لها دا سحر لازم ينعمل بنجاسة والنجاسة دي لازم تكون منك فيبدأ الشيخ يقول لها الساعد أو النصاب أو اللي ما عندوش دين دا اللي بيقوله عليه الشيخ يقنعها انه يجمعها عشان ياخد النجاسة ديت ويربط بيها جوزة شوفوا الفجر وصل لعندي فين وده والله انا عايش الحالات دي يا جماعة كل يوم وفي المواقف دي كل يوم زي اخت منا ما تكلمت دلوقتي فانت اخد بالك اخت منا انا من اقدرش نعملك حاجة او ندلك على نوع السهل اللي عندك ما نعرفش شخصيتك ايه ما نعرفش عندك الامراض اللي وصلت جسمك ايه ايه الموضوع بالظبط يتيبع عتلنا حد المركز نقدره نتواصل معاك في التليفون وندلوك عتعمل ايه وان شاء الله ندوك العلاج الصحيح يعني او تجي لنا المركز باي شكل انقذي نفسك من اللي انت فيه موضوع يعني مش صعب للصورة دي احنا هنا في اسكندرية او البحيرة او هنا هتلاقي اللي ساعدك ان شاء الله ويخلصك من المصيبة اللي عندك دي ام محمد اهلو السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته ايزاك الشكرات ربنا احفظك وبرك فيك يا رب عندي مشكلة يا ربك كل حلة عندك ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله فضال حدثت انا دايما بنام وانا نايم اصلا بحس ان كاين حاجة كده درستني او لسع او حاجة زي كده هي بالليل انا ما بشوفهاش بس لما بجم انهم بلاجيها كأن تخربش في جسم كله دراعي ايدي جسم كله عبارة كأن حد معواني بمعنى اصحة كده اليوم اللي انت بتحلامي فيه ده او اخت محمود او محمد او محمد اليوم تحلامي فيه ده انت ممكن تحلامي ان حد يجامعك في الحلم في اليوم اللي تلاقي فيه خربش لا مش شرط والله انا بساعد وساعد لكن اكتر الحاجات بتحلامي ان في حد حصل جماعة بينك وين اه كويس تمام سامعك تفضلي اعم بحس ان الجسمه اتعور بحس انها مفضعة كتير دايماً طول ما انا جاعدة في البيت انا كارها نفسي طول ما انا بره مستاحة وانا ما فيش اي مشكلة طيب فيه تعف المعدة عندك اه طيب فيه مشكلة في الدورة انا باخد القبر اللي قلت شهول دي والدورة ما بتنزلش عمد طيب قلم في ظهرك من تحت على طول على طول اه شعرك بينزل انا قلم في ظهري من فوق لتحت كده ما بعمل اي مجهود بتعب منه شعرك بينزل طيب اه شعر ينزل خالص كتير بص يا محمد انت كده مشكلة دي مشكلة سحر يا محمد ايه؟ مشكلة سحر والجن اللي معاك ده بقى جن عاشر يعني جن سحر بقى عاشر فلازم يتعالج السحر الاول يعني عرف الطلصة من نوع الطلصة من اللي عندك ايه وكلتيه ازاي او شربتيه ازاي او اي كان نوعه نضافه النجاس السحر دي من دمك كل ده عروح ان شاء الله ومشعبه في مشكلة فانت يا ريت الابضل تجيني المركز ان شاء الله بإذن الله تتعالجه وموضوع بصول جدا ممكن يعنوان لان انا اول مرة شفت الحضرتك على التلفزيون بني احفظك هو العنوان على الشاشة قدام حضرتك اه يعني لانوان على الشاشة ده وانوان حضرتك ايوه ده في الاسكندرية ولو انت وبعده ولو انت لفونات موجودة معاك في اي وقت قد اي رقم من دول وتوصل معنا وان شاء الله توصلي بإذن الله وموجود على طول ولا لازم حاجز جدا ان شاء الله انا اللي موجود بإذن الله بقدر الامكان والاخوة اللي مسكين معايا المراكز موجودين معايا بني يبارك فيك يا رب ويعفو عنك وش فيك يا رب طيب في يا جماعة مشكلة احنا بنا دايما بنواجهها في شغلي ان الناس ربطت مخة بالجن العاشق يقولك الجن العاشق عمل الجن العاشق هو اللي يخلى يا جماعة الجن العاشق ده مش مشكلة الجن العاشق ده عرض مش مرض فالشيخ وهموكم بالجن العاشق الشيخ وهمك بالجن اول ما الناس تسمع جن عاشق دي تقولك يا جن عاشق يبقى انا كده خلاص انا حياتي اتضمرت جن العاشق ده عرض هو عرض للسحر طيب انت هتقعد الجن العاشق عامل الجن العاشق عامل وسيب السحر زي ما هو عالج السحر هتعرف ان السحر ده معمول بنجاسة زنب هتعالج السحر الجن العاشق خلاص ما عادش له اعراض ما هو جن بيفكر عادي هو شاف واحدة بانت شباب او واحدة مثلا جميلة او غيره وحبها بيبدأ جميحها وهي نيمة خلاص ده جن دماغه كده فانت هتفضل ماشي وراء دماغ الجن وسيب السحر زي ما هو عمال الدمر في الانسان ده فلا انت الاول اكد نوع السحر نوع النجاسة السحر ده معمول من امتى اثر على ايه في الجسم نفسه وبعد كده طلع الحاجات دي الاول وبعدك هتلاقي نفسك الجن ده معادش له اي قيمة ولا قوة والجن يا جماعة دايما من اكد الجن مش قوي الجن قوي بالسحر طول ما فيه سحر الجن قوي كل ما السحر يضعف الجن بيضعف معاه لكن دايما حطها في دماغ قعدة السحر ده مرض ماشي في الدم دخل معدتك دخل جسمك كله ما تروحش الشيخ يديني ورقتين استحمى بيهم وسيب السحر جوه الدم انت كده يا شيخنا سكنت الجن اللي علي او بس جن تاب او ابتدع عمل عارف انه عمل نفسه اخطاء واساب الموضوع وخلتني شغل نفسي بالجن بس وسبت السحر والنجاسة زي ما هم بدمي جابوا للانسان ده فشل كله وجابوله التعبات في المعدة جابوله مشاكل في العظام عنده جابوله مشاكل في جسمه وضمره حياته وضمره شغله وضمره اولاده حتى الست الحامل عيالها شالوا الحمل معاها شالوا السقر معاها ودايما الانسان المسحور يعني اللي هي مسحورة وبطنها حمل تقولك انا خيف اروح نتعالج وانا حامل لا يا ست والله ما للعلاج وما للحمل ما للقصة دي كلها تعالجي وانت حامل ما فياش مشكلة ايه المشكلة يعني فده امر عاديا الوقت تمام هو طبعا انا كان نفسي نتكلم اكتر ونفصل اكتر وان شاء الله على موعد ان شاء الله الحلقة اللي جاي ان شاء الله يوم لاثنين ساعة تسعة انتظروني وطبعا انا يعني منعتذر على السرعة اللي ادت بيها لكن انا كان يعني كنت عاوز نوصل المعلومات كلها والعرض كلها نشكركم على حد استماعكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مركز النور بالاسكندرية صرح كبير للعلاج بالقرآن والسنة النبوية مراكز الشيخ راضي لحوتي فرع الاسكندرية ميدان الاصلاح امام بوابة المعمورة اربعة على طريق مصطفى كامل الرئيسي عمارة الحج سيدة بوزين للتواصل مع مركز الاسكندرية صفر اتناشر صفر اربعة صفر صفر ستة تلاتة ستة سبعة او زير وعشرة